لو كل اخوتك دكورة يا معلم احمد ربنا انا وانت في نعمة بتصدقش بقى الاشعاعات اللي بتقولك ان الاخت البنت دي نص الحنين اللي في البيت والكلام ده لا 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 انسى الكيانات دي مرعبة ماينفعش يتعاش معا في نفس البيت صدقني من وانتو اطفال هتفتن عليك في كل حاجة ابو كمك يبقى عارفين كل التفاصيل حياتك لما تكبره بقى شوية هتعدي مرحلة الفتنة وتخش في مرحلة الابتزاز مثلا لو عرفت ان انت شربت سجاير خد عندك بقى توصلني لصاحبتي لفكتوبر وهتستناني تحت البيت وهتديني خمسمائة جنيه لو دكر افتح بقك سيبك من كل ده فكرة ان انت توصلها مشاوير دي اصلا مصيبة صودة هتقعد تستنى بالا 14 ساعة في البيت او في عربيتك تحت على هما هي تخلص اللبس والميكب ما انت كده كده معلم عندك صغير طقم واحد بتلبسه هتلبسه في ثانية وخد بقى خد مشاوير في وشك للصبح ومرمطة وكل مشاوير اك انت الشخصية هتبوز عشان خاطرة عشان نامي ينفعش طبعا تركب تاكسي وانت موجود ده حتى يا بعيد اعيب والله ولو حبيت تعمل صائع عشان تريح نفسك وتديها مفتاح عربيتك انت بلاش صدقني بلاش ايا يا احمد انا خبطت العربية الكويتش نامي يا احمد انا طلعت فوق الرصيف يا احمد انا كان في عيالة كاملة ماشية والدايمة في الشارع دستهم كله انا تايا انا مش عارف انا فين قد من ده كتير بقى وهتنزل وهتتصرب عشان تروح تشوف المصيبة اللي اعملتها ممكن تلاقي فاخر ان نماية المساحات مقصة ايه دي المشكلة لو اختك بتعرف تطبخ حلو او كانت سبب ان انت تطلع من الجيش افل فيديو بتاعي ده بسرعة وروح بوس ايديها معلم انتا في نعمة طب نتفاهم طيب نتفاهم ما نتفاهمش امشي اعمل ايه طيب امفك ايه طب انا انا اخويا بهديني عشان الفيديو ده ينهر السود انا اخويا بهديني عشان الفيديو ده طب ليه طيب ليه اعملت كده ليه اعملت كده طب انت تعمل في افضل احكي القصة بتاعتك طب انا احكيلك القصة سريعا اولا انا يعني لايه اخين ولاد اكبر مني فانتي متخيلة ان انا ممت يعيني عايشة مع اربع رجالة ابويا وثلاث ولاد الله كوفوا هنا فانا بالنسبالي والله العز جدا فانا بالنسبالي يعني الشخص اللي عند اخت بنتي ده بالنسبالي حاجة اللي هو ما بشوفهاش يعني فانا بعض بقى اتفرج على اللي بيحصل ما بينهم فطبعهم بتبقى كوميديا انا احنا متعودين عندنا في البيت ثلاث اولاد عادي جدا مفيش مشكلة اخينا بنعمليه بنتخاني نضرب بعض خاص الموضوعه خلاص انما الكامياء اللي ما بين الأخ واخته دي انا كانت بالنسبالي حاجة كوميديية جدا بصراحة لحبيبي لما يبقى عندك اخت بنت اش بس افهمك لما تبقى جعان هتأكلك خلاص لما تبقى داخل في علاقة هتتدخل وتسندك لما تبقى عايز مشهورة او نصيحة ومش عارف البنت اللي معك بتتقل عليك ولا تعمل معها ايه هي هتقولك تعمل معها ايه علشان علاقتك بيها تستمار الهدايا يا حبيبي في اعياد الميلاد والمناسبات هتبقى موجودة حلوة لان البنات بتعرف تنقي هدايا اكتر من الولاد اكلمك على رمضان بقى اكلمك على رمضان وعلى الفطار هي يا حبيبي اللي هتبقى بتساعدك بتساعد ماما علشان تفطرك التلاتين يوم طوال رمضان اما بالنسبة للعيد هتبقى قاعد نازل مع اصحابك لحد ست سبع السبح وهي عينهم معا قاعدة في البيت بتثبت باباك ومامتك علشان ما يقفشوش عليك علشان انت بترجع ما تأخر فيه فوائد كتير قوي يا حبيبي عشان كنت عندك اخت انت بحدلتنا مش القصد يعني هو مش القصد امان لو كان قصدك كنت عمانت ايه فينا لا لا بس تود البيت اللي هو مفوش البيت اللي فيه بنت اخت مع مورس جميل جدا طبعا خش كده معايا كده خش معايا خش معايا انا ما تيجي بقى ترتبط وتخطب ها تقولك تهديها ازاي ايه 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 هياخوك هزينا معاك الشاب كم يحيا وشامل يحيا وشامل عايزوا ينقوا معاك الشابكة لا مش هينقوا بس الورد الورد هتقولك هتلاها ورد يا يوسف اشان البناب بتحب الورد الهدايا لما تنزل يا بابا تحب تشتري الهدايا اخوتك الرجلات دول مش هينفعوك اختك البنت هيا لا تنفعك خلي بالك هتجيب لك قفر لانها عارفة فين المحل الفلاني اللي فيه خصم والمحل العلاني اللي بيبيع البلوزة البيضة بمئة وخمسين بدل متين صح وتيجي تفاصل معايا كمان وتشتري لك حلو يا حبيب وبعدين انت دلوقتي لو قمت تجوزت حل؟ قمت انت تجوزت دلوقتي تتخليت مع مراتك تجيب اخوك يصلح ولا تجيب اختك الامر تصلح ما بينكو لا انا مع مراتي انا احنا الاتنين اصالح بعض ماندخلش غريبة بين يوسف بيتزي مكرا السبح تصالح فيهم الاخوات الملاكة اخوكي زعل اوي يعني اوي اوي زعلني بعدين حبيبي يعني انت دلوقتي متدايق متدايق يا ردوة مش همري لازيز دلوقتي في الفيديو وبعدين دلوقتي انت اختك متدايق ان انت تنسل توصرها طب انت بتستنها تحت البيت بيستاع وتقولك اصلا معيشت اصلا الريمش بتاعي وقعها سلامت الرمش سلامت الرمش لك تنخسك لا دارد مشوار جبنة براميري من الشروق الاكتوبر عشان اشوف الرمش اشوف الرمش